حملات استهداف الناشطين في البصرة تثير غضب العراقيين والحكومة تستنفر قواتها الأمنية لملاحقة القتلة المجهولين وبسط الأمن في المحافظة النفطية البصرة ومنذ أكثر من عقد من الزمن تشهد صراعات سياسية تغذيها إيران عبر أحزاب موالية وميليشيات مسلحة أسكت برصاصها الكثير من الأصوات المعارضة الأحزاب الموالية في البصرة تقاسمت كعكة محافظة الذهب الأسود من جنوبها إلى شمالها برعاية إيرانية شبه مباشرة وفقاً لمصادر متطابقة وتقارير دولية من ضمنها مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والاستراتيجية حيث يسيطر المجلس الأعلى وتيار الحكمة على حقول الرميل الشمالية وشركات النفط الاستثمارية بالإضافة إلى ميناء المعقل ومعبر صفوان مع الكويت ولهم حصة في منصب المحافظ ووزيري النقل والنفط بينما يهيمن حزب الدعوة جناح نوري المالكي على ميناء مقصر بنسبة 60% وحقول الرميل الجنوبية بالإضافة إلى مطار البصرة الدولي ومعمل البترو كيمويات وحقول الغازي في البرجسية ومع هؤلاء يستحوذ تحالف الفتح ومعه عصائب أهل الحق على حقول غرب القرنة وميناء بفلوس المخصص للتهريب وأيضاً سكك الحديد وكلية باب الزبير وشركات السيطرة النوعية بمعبر الشلامجة والتيار الصدري يدير المدينة الرياضية بضمنها ملعب البصرة الدولي ومواقع وزارة الكهرباء ومستشفى الجمهوري ومعبر الشلامجة الحديدي مع إيران فيما يمتلك حزب الفضيلة نفوذاً أمنياً وسياسياً فاعلاً وسيطرة كاملة على معامل شمال البصرة الحكومية ومعمل الأسمدة في قضاء أبي الخصيب وماماً هيمنة الأحزاب وعجز الحكومات المتعاقبة على محاربتها يواصل أهل البصرة تحركاتهم الاحتجاجية واعتصامات لوقف التدخلات الإيرانية واحزابها الموالية وتحقيق إصلاحات حقيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر